مرحبا كيفكم اليوم شانا تكونوا كلكم الناحف اليوم جعناكم فيديو جديد رح نعمل أكلة هلا نحنا قناتنا طبعا بتعرفوا انتم مانا طبخ بس في أكلة نحنا بنعملها وبتصبط معنا كتير وكتير طيبة يعني هي أكلة طولها المفضلة اي على جد هلا الأكلة هلا بآخر شي بقلكم اسمها بشانكم مفاجأة ولا لا ريتوب العنوان الأكلة هي فرانشيسكو الفرانشيسكو أكلة كتير طيبة صندويشة هيكي من السناك سريعة كزا طيبة كتير 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 ونحنا بتزبط معنا كتير فقلنا يعني انتم طيبة ونحبها ليش رح تمنوا لكم انتم تعملوها هلا عملوها مثلنا ودوقوا شو رح تطلع طيبة واسألوا الخبير قالوا لي رأي لي لأنه عن جد أنا كتير بحبها لهالأكلة ومعندي مشكلة كليوم أكلة وبصراحة بحس إنه الواحد لما يعمله بالبيت ممكن أنضف من لما يطلع عالسوق ويعاكل برا فهيك شي رح يطلع مثل السوق بس إنه بتعملوا انتم بالبيت وبتكونوا يعني عارفانين نضافته وصو عم بتحطوا بقلق الصندويش تمام مشان هيك نحنا حبانا ديوم هلا نعلمكم كيف تعملوها ممكن كمان في كتير عالم بيعاملوها بغير طريقة مثلا ما بعرض بس نحنا رح ننورجيكم نحنا طريقتنا كيف نحنا بنعملها فا يلا خليكم معنا وشو مالكا شو بتحبها انت؟ يلا خلونا نبلش ورح نورجيكم شو رح نحط فيها للأكلة وكيف رح نعملها؟ طبعا هلا هون هنا رح نعملها على الجريل بس هي بتنعمل بالمقلاية بتنعمل بالطنجرة نفس الطريقة بس إنه اللي بدو يعملها بالمقلاية أو بدو يعملها بالطنجرة كمان نفس الشيء أهم الشيء يعني هيكا يكونوا تقريبا لا يكونوا كبار ولا يكونوا كتير صغار اهلا أنا محب أعملهم هيكا مش فعبات تكونوا صغيرة مشعان أول شيء بتستوي أسرع وتعني الشيء لأنه رح تنحط في صندلوشة كمان مشعان الخبز أو السمون ما يفسخ لأنهم لنصار تكون الجعجة كبيرة طبعا نجيتها له بيعملها أم الملاعب ما خلتنا لأنه بكل مرة هو بوقف فوق الجريل إنه عساس هو بدي أعملها للأكلاب وأنه أنا بحب البهارات وأنا بعمل الصندلوش وبلفها كلها وبالأخير بيقول له هو يلي نسيت تقولي إنك بتعطي عجاجة كل شيء بعمل بقمت عجاجة ببهرها وبليه الصندلوش وبسخنها وبعملها كل شيء وآخر شيء الأستاذ نجد هو اللي بيطلع لي عاملها للفن هاي الفن كله بيحدود بس هيك يعني بيوقف وببلاج يخلط ح mainly كل بيعملوا يعني هاي بالرحم صندلوش ايه بعد ان أخ mantra نعمل ايه لعرف عشان Marion اتكلم مازح تعمل معشان معشان معطينا السبكينة الزبتري يه فيا هاي هاي هيك هاي والله بيوقف عطينا سبكينة يعطيني ملح أعطيني زيت هاي بات傾 هلأ первый شيء انا يحت شوي زبدة عشان لما إحت الجعج يعني يتقلة وهيكون في زبدة وزيت يعني ممكن استعين شوي بإشرافك على الجرين بس النوم جاهز أنا اللي رح أعملها اليوم خادم للأواظم من رأس المغادر أهمها أهمها خلطولها كمان شوية زيت أوكي شو؟ بس طبعاً حاجة إلماً أنا رح أعمل ما فيني أشوف الجرين المعصير ذاكي بجي قافلة بسافي لفنين أهوه بيتحرقة بيتحرقة ناوليني الجر أهوه بلشنا لا لقد وقت علي بليني واجه أعمل كل شي قلت مواقف مينيلا هتشوف تقدر ممتين الضغار أغطيت شيء الضغار نا لن أعبع الشرطان هلأ هون الجاج عميستوي اول شي تخلوها كليستوي هلأ هون احضر كمان الدرع علبة الدرع علبة فطر واهم شي سر الوصفة هو سيا سوس وعنا بهارات توم بهارات شوي زنجبيد واهم شي كمان الكاري يعني الكاري والسيا سوس هنا اللي بيجبوه لها طعمتها للاكلة هي نعتمد كلها على الكاري لاحد يقول ما بحبه للكاري لانه هون بيطلع ما له علاقة يعني طعمته شي تاني ايه يعني هلأ الدمجة اللي رح يندمج كل شي مع بعضهم والساندويشة رح تطلع يعني كلها كتير طيبة بنصحكم كلكم انها تجاربوها هلأ هلأ هاي الكاري بنكتر نوي قلبنا يعني هلأ انا بحب تطلع شوي زنجبيل عجاج كمان رشة يعني ما بعرف العالم اذا تحب تحب تطلع او لا بس انا بحب تطلع شوي عجاج يعني كمان هلأ رح تبهار التوم كمان رشة على العجاج بس مؤد الكاري يعني لع بس يعني شي معلقة او معلقة صغيرة بس تقريبا اما الكاري اكتر كاري ضبن ضبن الكمية اكتر هلأ انا بريل شعني احتجي هلأ الكمية اكبر ما بعرف شوية اتنين قلهم على تنجرة تنجرة او مقلاية مقلاية مش هلأ يضل البيع على المقلاية؟ ايه طب يلا مش هلأ يزيد الشغل والجري يعني هلأ هاي جبنا المقلاية قد الكريل بس عشان تندور بس عشان الكمية هيك احسن مع الحورات بطي عمي هلأ معد فيه غريل وحجة انه انت بدك على غريل هلأ خلص انا رح كمال اوكي؟ لا شغلت الغاز ايه شغلت الغاز رح ارجع اضفلها شوية زبدة وشوية زيت مع انه على غريل بنعمل كثير شغلها بطاعة طيب بس هلأ الكمية كبيرة فانه مارك تفوت منشان هاي تجينا على المتلعين هيا بس عاد سعاد يلا مجد تعاوزوا نسا يا صنصة اللي بوقف على غريل هو يبشتغل كل شيء بس أنا مالي ادران لأنه هلأ انا عم تحلق هلأ دور الساحر رح حط كمان شوية مع الجرش لانه رح ارجع اضيف بعداً هلأ شو صار جاعدين بالله هلأ اول شي حطينا زبدة وحطينا زيت وبعدين بس حميوه حطينا الجعاج فوق وبس بلاش يستوي الجعاج ويتغير لونه حطينا الكاري اهم شي يعني الكاري يكون دبل الكمية يعني مثلا تحطه معلقتين صغار كاري معلقة صغيرة مثلا زنجبيل ومعلقة صغيرة توم بودرة توم وحطينا كمان شوية صويا سوس لأنه هلأ بس نضيف المكونات الثانية أنا برجع كمان وضيف شوية بهارات لو هلأ كمان نرجع من مرجيكم شو ما نحط بالساندويشة غير هدول اللي راح يحتمون في مخان اوكي لا هي الريحة لا هش هتطلع هلأ مثل ما انتبهتوا انه لو هلأ لسه ما حطيت ملت لأنه محب بلتي استوي الجعاج على الأخير بحط الملح بيركز الطعامين و بيركز المهارات الموجودة هلأ بالنهاية كل واحد شو بيحب البحارات بيحبها كتيرة بيحبها خفيفة هلأ يعني بيحب على أسبابه هلأ مثل هلأ أنا ما عاجبني لونة بدي حطيتها كمان شوية كاري لأنه محب هايك الكاري يكون صاهد في يعني ولونة يكون غامض والعزم الكاري كمان يتقلع يعني مع النجاج بالزيت هايك يا مو قلنا والله أخر شي أنا مرش رشت كاري خلص لأ بحثوا هيك لازم يتشبع يعني الجعاج بالزيت كاري طبعا حتى أنا لو ما اشتغلت نسواهي بجنب الصندويشة تأخذ من دفاسي يعني اش رابت يعني وإنت السابق هتلع 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 فعانه بس أعمل على حالي شو بتقول شو بوضع الجوع هنأ معنك يا رطيف انا معك في استحرق شو جعوتي يا شباب بحرية وليحة أنا لايكي فوقفة حاسة اسمي أعمل ببخار بالكاري يعني بس دقتين بس دقتين معك في محمد لا انا انا اقول بالزئول ينظر تأذيك مشه以上 تاتلع معك قطوب والاختي حتي تولا Gulfلد أنا بالعاaktops ya انتي ده سانته ده سام هون منذ يطيب لكن grinder مستخدم تغيابي مستخدم ثانين لش بس آمد ولكن طويلة لي kung maxim wander هل رأيت أولاد يحبون السوس؟ أنا وقتين تصغير هل يحب السوس؟ هذا البنبون جيد أنا أولادت على العين اللي أمزك يحب السوس أولاد يحب السوس فقط يستوي الجاج فقط تشوفوه إنه استوى يعني ها على ميلة نحيستوي وقتا منضيف البحايا الدرع لم يحصر هاكم الدرع؟ شو عم يحصر؟ درعين منه والفطر وهلا بعد ما ضغتناهم نخلطهم كم درعون نخلطهم؟ حوالي 120 سنة ماذا؟ ماذا؟ بلش عادي عني؟ يوه عادي واحد نين ساعتك؟ حاشر كيف؟ ثم فضاء استرمي دي مابو غيالك يوه؟ شو بدي وقت خلطهم؟ يوه؟ هني بدك يعني دع هلا أنا بدي أرجع زيب بحارات وأرجع حتصة الى السوس مشان كمان حتى الدرع والفطر دي يرجع لي تشربوا ما يكون البحارات بس عالجاج موسيقى أرجع التونون شوية الكالي يجب موسيقى الغالط شو هاي كون يا سلام علي هلوان هل فينا ستحط لها فلافلة وفينا سلا بس أنا بحس الفلافلة بتغير لها طعمتها بتصير أكلة تانية يعني بحس ممكن ينضف لها فلافلة وبصر بتطلع كمان كثير طيبة بس تصير أكلة تانية أهم شي لما تقلوا الجارج وتعاملوها يعني لا تتركوها وتضغطوها مشا ما تطلع سترة الجارج على وجه يعني تخلوها هات مفتوحة وقلوا الجارج بتتعاملها المانون بس أنا بتضل إيدي فيها يعني ايوان يعني هيك اللوان تقلعي يعني مو بتصنقوان طلق او انه تتفروا للغطم مشا ما طلع زفة التجارج طلع لبيل معي ستو رح تورجيكم شبح عامور هون أول شي بتخلق هاي الخبز طبعا كمان دي بتغطي عمل بتسمون طرف نعمل بالخبز العربي بنفتح الخبزة ونترك من تحت مسكرة هاي لايكوا كيف عملتهم كلهم شعال هلا لما حط المكونات بقلبها مسكرة ولفها بكم من تحت مسكرة يلاحوا لأصاروا الصندويش جاهز فتحتهم كلهم هلا رح برجيكم نحتاج لجبنة جبنة اشقوان او هلولة السليسات ومنحتاج لمايونيز هلا اول شي انا رح حطر الجبنة بالصندويش لأول شي رح تكون الجبنة لعدة اسباب مشعال هلا لما نحط المكونات ونسخنها ضغر الدوب الجبنة هي اول شغلة وتعني شي ما نحط الميونيز بالأول مشعال كمان ما تشتش الخبزة وتفتح فأول شي رح نحط الجبنة وبعدين المكونات وآخر شي الميونيز نعم هلا احذيتك تماما هاي في واخرين هاي 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 هلا مجد انت مجد انت مجد تحمل مقلعية لأنه يعني هيك هاعترفيه اوليه اشان تحمل وطر وليا بتمك تعال حط نفسك بالأكلة خليها تتصير قطيئة نعم نفسها تعال بس صبهم تعال انت صبهم انا برجع بكمل مهاراتي يلا مجود برجينا همتك يعني وزعنا ياهون بطريقة انه يكفوا لك كلها الصندويش كمحدة طلعت وحدة اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة تعال كريستيانا كريستيانا شكرا جعان كتير لحتى ملزق بالصندويش يعني لكل صندويشة قدي تقريبا عم تحط تقريبا معلقة كبيرة هيك من هاي الكفكيرا يعني هدول لخمسة ست صندويشات لا الصندويشات مدعومة كتير اه اه عجاد يعني بتفزر الصندويشة لكو قدي فيها هلأ برجع بمرق عليها كمان مرقة تانية اللي بيزيدو هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا وهاي ليكو بلا ليكو حادك نصل الطنجرة فيها لا تلومي بالغلط بالغلط؟ حلاف انه بالغلط وحيات خلاص معناته عرفتها لا تأكدت انه بالغلط اتناكو مرأة سريعة اتناكو مزعلك عم تشتغل كلمة معروفة ميونيز ريسيانو شو انت جوعان؟ بتحب لفرانشيسكو؟ شو احكيه؟ اه الدي خمسة بيك؟ 5 ايه دخيلة 5 انا ماناكو سريعة؟ ماناكو سريعة؟ ماناكو سريعة ذلك هل تأخذ صندوشتك وتروح؟ ماذا تريدون؟ فرانسيسكو فرانسيسكو؟ يلا حال أمرأة يلا امرأة مالكوستي؟ نعم كيفا؟ نعم تعال انت جعت كمان؟ ماذا تريدون؟ ماذا تريدون؟ كتير اللان طيبة كتير كتير اللان يجربوها يجربوها يجربوه هلأ دور تضب الصندويشة ركزولي على تضب تضب الحويشة هم هم يا سلام هم والله لفت معلم هم تسحب لها هون هي تعمل لها هي هم 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 تستنى استنى قبل ما تسكر يلا معطرينكم أحطيتهم بسخخانة الدمع المية اي هاي اهم الشي صحانة مطفية نستفقدهم نسلم عليهم هاي عليا عم تكمل الطبخة طبعا هاي أحد اساسيات الطبخة اه أحد اساسيات مابعد الطبخة بس انا بطعك لانه صوف ايش منه جبان الله يعطيكي العافية الله يعطيكي ولكن يجلعي بس اكيد في شغلات ما بتعرفي يعني وقت نخطي الجلعي ولكن والله حاسس هاي ما كدير عملي له وشتاني بالله يعطيكي العافية وشتاني؟ اي 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 اتأملتان انت عرف تعطيت لي وشتاني افكرة بس تعمل هالاكلة كنت عايزه المطبخ بعدها كنت عمله حساب كمان هذا الشيء كتير من احلال غاز عن جد فبنصحكم انا بستخدمو هو مو دعاية يعني بس انا بستخدمه كتير بحبه ومجررته كيف مو دعاية حكي الصدق دفعو لنا عشرين سنت ومش هنعمل لهم هاي الدعاية والله يا سلام يلا بعد قدرانين نستنى ابدا من الجوع وهيك ساعدوا صندبشات جاهزين وراح ناكل ما في جوع ابدا كتير جوعانين باش وماما هلا احنا ما رح ندوء يعني ونقلكون كتير طيبة ونشهيكو حقص من داقة من داقة طيبة عمسؤوليني كتير طيبة فتفضلك وهاي هي كانت اليوم طريقتنا نجربوها وما رح تندموه واذا حبيتوا الفيديو لا تنسوا تعملونا لايك وشير واشترايب لا تنسوا تفعلو زر الجرس ليصلكم كل جديد باي 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 باي